طبعا هذا من جمال لغتنا العربية صحيح وأن الكلمة الواحدة أحيانا تجد لها عدة معاني أو عدة أوجه قد تصل إلى عشرين وجه قد تكون أكثر من ذلك قد تكون أقل من ذلك وهذا موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى نعم حتى أن الإمام السيوطي عليه رحمة الله عد هذا من أعظم الإعجاز في كتاب الله سبحانه وتعالى مثال على ذلك كلمة الصلاة نعم قال بعض المفسرين أنها جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى على عشر معاني أو عشرة أوجه نذكر بعض هذه الأوجه منها أن تأتي بمعلاء الصلوات الخمس المعروفة الفريضة المعروفة الصلاة كقوله تعالى الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صحيح قال الإمام بن الجوزي كل صلاة مقرونة بالزكاة فيتعني الصلوات الخمس هذا معنى من معاني الصلاة الدعاء كقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم أي أدعو لهم نعم من معانيها الدين 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 كما قال قوم شعيب لسيدنا شعيب عليه السلام قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء يعني دينك أمرك بهذا من معانيها القراءة من معاني الصلاة القراءة عجيب كقوله تعالى قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنة نعم ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها أي لا تجهر بماذا؟ لا تجهر بقراءتك ولا تخاف وإنما بين ذلك نعم وابتغي بين ذلك سبيلا من معاني الصلاة كذلك تأتي بمعنى الرحمة والاستغفار أو الثنى من الله سبحانه وتعالى كما في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي صحيح نعم وكقوله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور فقال بعض المفسر أن الصلاة من الله معناها الثنى في الملأ الأعلى والصلاة من الملائكة معناها الاستغفار والثنى من البشر هو أو الصلاة من البشر بمعنى الدعاء ما شاء الله وغير ذلك من المعاني ما شاء الله جزاك الله نعم الله نعم الله نعم